السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي قناتكم غيري حياتك نتمنى يلقاكم الفيديو بالصحة جيدة كيف كتشوفوا معي اليوم؟ سننهضروا على ملكة الحبوب وأفضلها سننهضروا اليوم على الحلبة هذه الحبوب الذهبية التي كانت توزن بالذهب فباش نتعرفوا على الفوائج لها التي خلتها بهذه القيمة بقوا معي تالاخر الفيديو الحلبة تعتبر ملكة الحبوب فمن غير الأملاح المجينية التي فيها والفيتامينات فهي تتمييز بالحمد الأميني كاترهيدروكسيزيلوسين الذي يساعد في طبط السكري فالحلبة جيدة لمرضى السكري تحمي و تحارب مقاومة الأنسولين و تخفض الكوليستيرول الضار LDL و تزيد من الكوليستيرول الجيد الـ HDL بفضل السيتين التي فيها التي تعتبر مضاد الكوليستيرول فيها ألياف غذائية التي مهمة للمشاكل الجهاز الهضمي إمساك، انتفاخ، غازات، التهاب مائدة، عسر الهضم، ماغس أو غيرهم المشاكل و تسمح لك بامتصاص العناصر الغذائية أي أنك تخليك تستفجيم الأكل جيالك و تفتح لك الشهية بفضل السابونين التي فيها و فيها مضادات الأكسادة التي ترفع لك من المناعة و تخرج لك سموم من الجسم و تحميك من السرطانات و غنية بالفيتستيروجين و الفيتستيرول التي تضبط الهرمونات و مدرة الحليب عند المرأة وهي داخلة في عادتنا الغذائية كي يقدموا الرفيسة بالحلبة للمرأة المرضية النصيحة اللولة الحامل ما تاخدش الحلبة فهي غزي لها انقباضات الرحيم و ممنوعا للي عندهم أي مشكل في الكابيت و اللي عندهم قصر كلاوي و كذلك لأطفال أقل من 8 سنوات النصيحة الثانية الحلبة خاصة تخل جسم جنة بشكل يومي و من كتروا الكيمية و إلا غيكون مشكل على مستوى الكابيت فنسمى القصغيرة كحد أقصى يوميا كافية و نستفدو منها كحبوب كاملة منقعوها في الماء و نشربو المديلها كيف الأغلبية كي يدير فكتكوني فقط شربتي ألكالويدات و ماستفتش من قيمتها الغذائية النصيحة الثالثة كنلقوا في الحلبة حبات كحل على هاتشكل و كي لحوم فبالعكس فهي اللي فيها فائدة أكتر فنردو البال و ما نرميوهمش الحلبة خاصة تكون داخلها في نظامنا الغذائي بشكل يومي مع الطبخ تقدري تريها في حبات في الطاجين في حسوات مع الخبز أو أضعف الإيمان تقدري تأخذها هكا حبات و تشربها مع الماء في الوصفة دياليوم غانا اقترح عليكم حلبة مستنباتة خاصة أنه كي لما كياخدهاش خوفا من الرائحة فبهات الطريقة ديالي مستنباتة ما كتبقاش فيها الرائحة إضافة إلى أن قيمتها الغذائية كتضاعف بعشرات المرات من العادية و كنعرفوا دائما أن الحاجة المستنباتة كتكون قوية و الطريقة سهلة فتبعوا معايا خذت الحلبة و غسلتها و غنقها ليلة كاملة من بعد ستصفيها و ستحطيها فوق توب أو لقطن و ستغطيها بتوب مبلل و كل ما نرى ستبقى يطرشيه من بعد 48 ساعة ستحصل عليها مستنباتة على هذا الشكل فكتضاعف قيمتها الغذائية و هائلة لها شاشة العظام الفقر الدم و الضفط الهرمونات و غيرهم الفوائد اللي سرقوا تكرت كيف تقدري تحتفظ بها في قرعة جلزاج كتزجاف لصالات تقدري تزجاف عصائر خاصة في هذا الفصل جل الصيف و هكذا نكون وصلنا نهاية جلفيديو نتمنى إلى الإعجاب جلكم و استفتوا معي ولو بالقليل شكرا لكم على حسن المتابعة و دمتم سالمين